مرحبا بكم في موعدنا اليومي للنشرة الجوية نبدأ ونشرتنا لليوم بدرجة الحرارة لعرفة انخفاض كانت تقريبا بين 12 و 17 درجة في الشمال والمرتفعات الغربية أما بالنسبة لبقية الجهة فكانت بين 17 و 21 درجة تونس اليوم سجن فيها 17 درجة حالة التقصي النجم نشوفوها أكثر من خلال سور القمر الاصطناعي التقصي اليوم كان مغيم جزئيا في أغلب الجهات السحب كانت أكثر كثافة في الشمال والوسط رفقتها نزول بعض الأمطار المحلية بالنسبة للجنوب السحب كانت عابرة الذي ان شاء الله يتواصل التقصهاك السحب تكون كثيفة في الشمال والوسط وش يرافقها نزول بعض الأمطار بالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 16 و 10 درجات في الشمال والمرتفعات الغربية وبالنسبة لبقية الجهة تكون بين 10 و 14 درجة غدوة ان شاء الله التقص مواش بش يتبدل برشا بش يقعده ولكنو المحتمل انخفاض طفيف في درجات الحرارة السحب بتكون موجودة في الشمال والوسط وبيش يرفقها أيضا إن شاء الله نزول بعض الأمطار بالنسبة لدرجات الحرارات المتوقعة غضوة إن شاء الله إقليبيا ونيبل وتونس 17 درجة بالنسبة لبنزرت بيجا 16 اتبرقى 15 درجة وبالنسبة لجندوبا 16 درجة الكاف 14 سلينا 14 زاغوين 16 القيروين 17 تيلة 12 درجة سوس المنستير والمهدية 18 درجة وكما نلاحظوا نزول الأمطار في المناطق هذه بالنسبة للصفيقس أيضا بيش تكون 18 درجة مناطق الوسط سيدي بوزيد 17 درجة بالنسبة إن شاء الله غضوة للقسرين 13 قفصة 19 قيبس 19 توزر 18 درجة قبل لي غضوة إن شاء الله من المتوقع أن درجات الحرارة تكون 19 مناطق الجنوب الشرقي تحديدا في مدنين من المتوقع غضوة إن شاء الله درجات الحرارة تكون 18 جربة 18 تطوين ورميدة 17 درجة الملاحة والصيد البحري فما تنبيه بوجود ريحة قوية ريحة بديت اليوم 3 متع صباح متوصل مدة 24 ساعة قوتها تقريبا 7 حتى 8 على سلم بفور ما بين 28 و40 عقدة ولكن الريحة هذه تتقوى أكثر بحث شمال وشرق البلاد تكون سرعتها تقريبا بين 41 و47 عقدة بالنسبة غضوة إن شاء الله الريحة تكون شمالية غربية على كامل سواحل البلاد سرعتها تكون بين 30 و40 عقدة تتقلص أخر نهار تكون بين 25 و35 عقدة في كل منصيرات خليج تونس وخليج الحمامات أما بالنسبة للشابة وجربة فسرعة تريحة تكون بين 25 و35 عقدة البحر يكون هائج فشديد الاضطراب في الشمال شديد الاضطراب على السواحل الشرقية خلينا نشوفوا مع بعضنا درجة الحرارة المتوقعة في بعض العواصم العربية والبلدين الأوروبية نوكشة 36 الدار البيضاء 25 الجزائر 17 درجة ترابلس 18 درجة والخرطون درجة الحرارة تكون أعلى تقص سافي 33 درجة بالنسبة للقاهرة 23 مدينة المنورة 28 والتقص سافي مكة المكرمة 31 درجة مسقط 27 أبوظبي أيضا 27 الكويت 21 درجة البغداد 18 دمشق 18 أيضا بيروت 21 والقدس الشريف 17 درجة الرومة درجة الحرارة تكون أقل بيريز 9 درجة جونيف 6 مرسيليا 12 أمستردام وبروكسيل 9 درجة لندن تقص ممتر 10 درجة مدريد 13 لشبونة 19 درجة بالنسبة للتوقعات لنهارين الجايين من المتوقع إن شاء الله نهار 3 الريحة تكون قوية قرب السواحل ضعيفة في معتدلة داخل البلاد الطقس بيكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد الريحة تكون غربية البحر يكون مضطرب بالنسبة لدرجة الحرارة تكون بين 15 و 13 درجة في الشمال والمرتفعات وبقية الجهات تكون بين 14 و 20 درجة الأربعاء إن شاء الله السحبة تكون موجودة في أغلب الجهات ولكن تكون أكثر كثافة في الشمال بالنسبة للريحة تكون غربية البحر يكون مضطرب في الشمال شديد مضطرب في شديد الاضطراب على السواحل الشرقية للبلاد ودرجة الحرارة من المتوقع أنها تعرف ارتفاع طفيف تكون بين 15 و 14 درجة في الشمال والمرتفعات بين 16 و 21 درجة في بقية الجهات الشروق والغروب غضو الشروق إن شاء الله يكون السبعة وثمانية دقائق والغروب الخمسة وخمسة دقائق نجمع تعرفوا أكثر معلومات إذا اتصلتوا على رقم الموزع صوتي 88 40 40 تبعتوا إرساليات قصيرة أو تزوروا موقع الويب تروا www.metheo.in نتمنى لكم أوقات طيبة نحن موعدنا غضوة إن شاء الله في نفس التوقيت إلى اللقاء موسيقى